موسماني كان ترند طبعا مبارح على تويتر نومبر ون في مصر فحدث طبعا كبير قرار تقيل فيه ناس معه فيه ناس ضد فيه ناس متخوفة فيه ناس عندها بالعكس شعور ان اللي جاية حيكون افضل بكتير كل ده حنتناقش فيه بس قبل ما نخش خيان نوه برضو عن الفقرة التانية هتكون معنا دكتور دينا ابو السعود وملف في غاية الاهمية عن تقوية المناعة نبدأ بقى مع حضراتك واستكمالا للكلام اللي كنا بنقوله انا وكريم بس قبل ما نخش في التفاصيل ونحكي خلينا نبدأ كلامنا ونقول شكرا يعني مستر بيتسو موسماني على كل الفترة اللي اضاها معنا ومش بس كده كانت فترة جميلة بصراحة خلينا نبقى برضو يعني عندنا صراحة في الكلام ونكون فيه نوع من الشفافية والصدق احنا عيشنا معاه فترة جميلة جدا كان فيها انتصارات اه كان فيها انتصارات اكيد لكن برضو على الصعيد التاني ممكن يكون كان فيها اخفاقات ما هو ده طبعة الحال او هي دي يعني حال كرة القدم والرياضة في العموم كسبنا دوري ابطال افريقيا مرة واثنين منهم مرة كمان كانت غالية جدا في 2020 لو حضراتكوا طبعا فاكرينوا لبسات البطولة بعد ما فيلر كان وصل للدور نصفة النهائي وبعد نكمل موسماني المهمة وكسبنا الوداد والزمالك وبعد كده كسبنا بطولة 2021 على حساب طبعا فريق كان كبير جدا نتكلم عن التراجي وكايزر تشيفز فوصلنا بعد كده لنهائي دوري ابطال افريقيا للنسخة الاخيرة اللي يمكن خسرناها او اللي حصل احنا خسرناها من الوداد لأسباب كمان مختلفة لكن كسبنا معاه برضو كاس السوبر الافريقي يعني مرتين والقولة كانت طبعا من نهدة بركان المغربي والتانية كانت يعني من الرجاء وكسبنا برضو بطولة كاس مصر وخسرنا بطولة الدوري انا بقول لحضراتكم كده بنعمل سامر اوب زي ما بتقالي كل البطولات اللي فاتت وكبان بطولة السوبر المصري وزي ما فيه انتصارات برضو بنرجع ونقول اكيد فيه اخفاقات لكن في النهاية الطبيعة بتاعة النادي الاهلي اكيد هي بتبقى دايما بتدور على الافضل دايما بتدور على الانتصارات فان شاء الله هو كمان يكمل طريقه في الفترة اللي جايه وربنا ويفقه في كل خطوة لان ما اعتقدش ان هو عمل حاجة للنادي الاهلي او لجماهير النادي الاهلي ان هو يبقى ماشي بضغينة او فيه بالعكس الناس كلها حتى مبارح اللي كانت معه او ضد القرار معظمهم يعني كانوا بيقولوا ربنا ويفقه وكانوا منزلين السور وبيقولوله شكرا وده اللي احنا نعرفه برضو عن كيان النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي احنا ما عندناش حاجة اسمها شخص انتهت مثلا علاقته بيه النادي ان احنا نبدأ نزم او ان احنا ننكر الخير او الفضل اللي هو برضو قدمه للنادي لا مسيماني قدم العديد من الاشياء مسيماني قدم العديد من الانتصارات فشكرا مسيماني وجود لك ان شاء الله في خطوتك اللي جاية ونتمنى كمان كل الحظ لينا والتفيق في خطواتنا ان شاء الله اللي جاية اكيد وزي ما انتي بتقولي انها وانده فعلا ده المعتاد من النادي الاهلي احنا دايما وعبر التاريخ مش حاجة جديدة دايما عند اللزوم حتى لو الاقدار او الظروف اجبرتنا نحنا نعمل كده او نحنا نوصل لنقطة زي دي بس في نهاية المطاف لا نملو جير ان احنا نتوجه لبيتسو مسيماني بالشكر الجزيل وده اللي عودنا عليه النادي الاهلي شكرا لكل بني ادم خدم هذا الكيان واكيد زي ما احنا استفادنا من بيتسو مسيماني نها وانده كده بتقول لحضراتكم كده جانب من الانتصارات المتعددة اللي حقاها بيتسو مسيماني مع النادي الاهلي في زمن يكاد يكون قياسي من اول يوم حط رجليه فيه في النادي الاهلي لكن في المقابل برضو ما نقدرش كلنا ننكر ان هو كمان استفاد اكيد من اسمه ومن شعبية النادي الاهلي الكبيرة في كل افريقيا واللي لعب معاه في كاس العالم مرتين وحقق معاه بدل البرونزية اتنين عموما احنا هنفتح صفحة جديدة عشان بكرة بكرة ده بشكل مجازي اللي هو الايام اللي جاية والشهور وطبعا السنين اللي جاية ان شاء الله عندنا تحديات كتيرة جدا وقوية جدا في مسابقة الدوري العام وكمان في مسابقة الكاس محتاجين ان احنا نرجع البطولة المحببة والمفضلة للقارعة الجزيرة مرة تانية ان شاء الله وده يحصل باذن الله عن قريب هيكون لنا اكيد متابعة في المرحلة دي بصفة خاصة يعني مش بس يوم بيوم ده احنا احتمال نكون معاكم لحظة بلحظة ونقولكم دايما على المستجدات بس الاهم تاني لازم نقول لبيتسو موسماني جزير الشكر على انجازاتك مع النادي الاهلي انت اكيد من الاسماء اللي مش هتتنسي في تاريخ المدربين اللي تعاونوا مع النادي الاهلي او المدراء الفنيين اللي تعاونوا مع النادي الاهلي في اي وقت من الاوقات اكيد كمان لازم كلمة حق تتقال ان التجربة اللي قام بيها مجلس ادارة النادي الاهلي طبعا برئاسة كابتن محمود الخطيب في فكرة التعاقد مع مدرب افريقي نجحت واعتقد ان هي الى حد كبير قتت ثمرها كمان انا بتفق معاكم اذا اقولك على حاجة في حاجات كده وقت برضو بتدحك يعني مبارح طبعا القرار صدر كان وقت الظهر تقريبا بعد البرنامج بحاجة بسيطة يعني فمن ساعتها لحد النهاردة وانا جاي في الطريق لما اي حد يقابلني يعرفني يعني مين اللي جاي مين اللي جاي مين بعد مستماني فالناس طبعا وده سؤال مشروع الناس عايزة تعرف اللي جاي ايه وناس عايزة تطمن بس خليه يقول لحضراتكو انا اجابتي كان كده محدش عنده معلومة جماعة اصبروا غاية لما النادي الاهلي يصدر بيان يعني ما تاخدوش معلومة لا حتى من واحد جوه النادي او في القناة او غيره استنى البيان الرسمي من النادي الاهلي ما فيش حاجة اسمها حد عنده حصري ما عايزة اقول لحضراتكو فترة اللي فاتت لما كان فيه لسه كلام ان مستماني مكمل ولا لأ بعض الزملاء طبعا ولاهم كافة الاحترام تلعى قالك خذ الحصري عندي مستماني مكمل واللي يقولك مستماني مش مكمل الوضع كان ايه الوضع كان النادي الاهلي في الاخر اصدره فيعني خلينا ننتظر ما فيش حاجة ولا لسه فيه معلومة انا بقول لحضراتكو ما فيش لسه اسمه مطروح ما فيش معلومة خلينا ننتظر لغاية لما البيان يصدر من صاحب المصدر وهو النادي الاهلي